بعد أكثر من سنتين ونصف السنة من المعارك والنزوح تنفض مدينة الرمادي غبار الحرب لتستعيد مدينتها شيئا فشيئا لكن وجود بعض العراقيل كضعف الخدمات تفسد فرحة المواطنين بعودة الحياة إلى مدينتهم إلى التفاصيل تحاول مدينة الرمادي إزالة آثار أيام الحرب واستعادة إيقاع حياتها اليومي بعد أن كانت مسرحا للقتال يصر سكانها على مواصلة المشوار وها هي أسواقها وشوارعها بدأت تنبض فيها الحياة من جديد والله الحمد لله وضع هذا ومسواق مواد قاعدة طبنا هنا بسوق الرمادي شارع على طباء والحمد لله أنت شوفت عينك كل شيء ماكو هنا وخير من الله عايشين تعيش الرمادي اليوم حالة مستقرة من الأمن ونشاط اقتصادي في البيع والشراء بحسب رأي سكانها العائدين إليها والله الحركة بالسوق خير من الله وطبيعية من رجعنا أمن وأمان العالم خير من الله تشتريه وهلا المخضر كل شيء رخيص يجينا من كل المحافظات رخيصة والطريق مفتوح والأمن وأمان فيما ناشد الأهالي الحكومة المحلية بتوفير المستلزمات والخدمات الأساسية وبشكل سريع الوضعية جيدة بس نطال بالخدمات الكهرباء الوطنية على مدى تدري العالم هساكثر شيء جيشتة على مدى النفوط هماكو نريدهم يعني يساعدون شوية الحكومة الكهرباء النفوط لأنه هناك عالم تدري بالخيم وكو العندبية مرتاح والخيمة لا ولا متبهذل الفقراء يعني شو ندري بهم الشتة وتدري الملافذ الشتوية يعني أسعارها زيانة بس الفقير ما عنده مين ما عنده لا راتب لا شيء يريد الحكومة شوية تساعدهم الحرب تركت بصمتها على كل شيء ولكن التحدي والإصرار على مواصلة المشوار بعد سنين طويلة من عذابات النزوح لقناة الفلوجة بشير الحسن